الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل الرباط في أرض الرباط تعلمون أيها الإخوة والأخوات قول ربنا تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة العمران يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه الآية الكريمة تدعونا إلى الرباط والرباط هو البقاء في الثغور في مواجهة الأعداء هذا أجره عند الله تبارك وتعالى عظيم فكيف يا إخوتي حين يكون الرباط في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالثة الحرمين الشريفين كيف حين يكون الرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس كيف حين يكون الرباط وبيت المقدس مستهدف زمانيا ومكانيا يراد تقسيمه وتهويده وتدنيسه كل وقت وكل حين ولهذا أيها الإخوة والأخوات ونحن نتحدث عن فضل الرباط في أرض الرباط علينا أن نستشعر أولا الأجر العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للمرابطين والمرابطات بشكل عام وفي أرض الإسراء والمعراج وفي بيت المقدس بشكل خاص ولهذا أيها الإخوة والأخوات علينا أن نتفيأ ظلال قول ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة حين قال وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِح ونحن في أيام العشر يا إخوة أيام العمل الصالح موسم العمل الصالح أعلاها وأسماها وأسناها وأرقاها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى حين يكون ذلك في مجاهدة العدى حين يكون ذلك في الرباط في بيت المقدس في المسجد الأقصى المبارك هذا المسجد الذي ربط الله تبارك وتعالى بينه وبين المسجد الحرام برباط عقدي أبدي قدسي إلى يوم الدين إن هذا الرباط أيها الإخوة والأخوات يبشرنا ببشارة عظيمة أن قضية الأقصى منتصرة لا محالة مهما طال الزمان ومهما كاد العدى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين من أجل ذلك أيها الإخوة والأخوات أدعو نفسي وإياكم إلى الحرص على الرباط في المسجد الأقصى المبارك لأن هذا الموطئ يغيظ الكفار والله تبارك وتعالى أثنى على هذه الخطى فقال ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار إن وجودك إن خطواتك في المسجد الأقصى المبارك أخي الحبيب أخت الفاضلة أجر عظيم وعمل صالح بنص الآية الكريمة ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فكيف حين يكون العمل الصالح في المسجد الأقصى المبارك كيف حين يكون العمل الصالح ينال من العدى معنويا فالله تبارك وتعالى قال ولا ينالون من عدو نيلا وكلمة نيلا يا إخوة كلمة نكر في اللغة أي أدنى نيل ولذلك أدعوكم يا إخوتي وأخواتي إلى الحرص على الرباط في العسر الأوائل من ذي الحجة وهو موسم العمل الصالح لأن الله تبارك وتعالى اعتبر ذلك من العمل الصالح نذهب يا إخوة أيضا إلى موضوع تربية الجيل تربية الجيل على محبة المسجد الأقصى المبارك وتربيتهم عقديا على أن يربطوا بين المسجد الأقصى وبين المسجد الحرام فالله تبارك وتعالى سطر ذلك في كتابه وخلده بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي يباركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فأنا أدعو الإخوة والأخوات إلى استحاب أولادكم إلى استحاب زوجاتكم إلى استحاب أهليكم ذراريكم إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وما استطعت أمكث فيه فالمكث فيه رباط بنية الرباط أيها الإخوة والأخوات لأن أجر المرابط ينمى إلى يوم القيامة كل إنسان يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله ولهذا أيها الإخوة والأخوات في هذا الموسم موسم العمل الصالح الأيام العشر من ذي الحجة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها بقوله والفجر وليال عشر فهذه الأيام العشر هي موسم العمل الصالح ونحن أهل فلسطين الذين اختصنا الله تبارك وتعالى بحراسة هذه البلاد والرباط فيها أدعوكم إخوتي وأخواتي إلى الرباط في المسجد الأقصى المبارك ما استطعتم إلى ذلك سبيلا فالدقيقة عند الله معدودة والساعة محسوبة حتى الثانية فالله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم جهادكم وأن يتقبل منكم رباطكم وأن يتقبل منكم عملكم الصالح أستبدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اشتركوا في القناة